مشاهدين الكرام أحييكم بتحية المسيح في قضية جديدة من قضايانا وقضية اليوم هي عن الخدم والعمالة ما يكن بضحكتوا طبعا كثير منكم حيقول لي طيب يا دكتور كل الناس عارفة أنه الخدم والعمالة بينضربوا وينهانوا بسعودية لكن يبردوا على هذا الشخص أنه كلام غلط ولا ليش الخدامة تجلس عندنا سبع سنين أو ليش السواق الأندنوسي اللي كان يشتغل مع أبويا جلس يخدم أبويا وأمي إلى أن توفى طبعا مش حنا بس لكن في كثير سعودين يحبون يعاملون الخدم بشكل إنساني وراقي وهذا يعود للمحبة المتأصلة في شعبي الحبيب لكن الحقيقة أنه هناك من يظلم العمالة عندنا ويضربه وما يعطونهم حقوقهم هذه حقيقة وهذا يعود للنظرة الفوقية على أساس كنتم خير أمي وخرجت للناس أو بسبب نظرة هذا الشخص للعمالة على أنهم عبيد على الأغلب يكون هذا بسبب عقدة نقص والسوء تربية الأهل في البيت طيب واحد يجي يسألني طيب يقول لي واش الحل هو يا دكتور إيش قال المسيح بخصوص هذا الأمر الرب يسوع المسيح يقول على لسان رسوله وأنتم أيها السادة افعلوا لهم يعني الخدم والعمالة هذه الأمور تاركين التهديد عالمين أنه سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة أفاسوس 6-9 يعني ربنا يحث الأغنية على أن يعاملوا الخدم برفق وتحنن لأن الفقير ترى هو مثل الغني في نظر الرب الرب يبارك في شعبي وإن شاء الله هذه القضية نحطها أمام عرش النعمة والرب يتعامل معها ونكون أحسن وأحسن في تعاملنا مع الخدم والعمالة بالمسيح يسوع آمين